اشتركوا في القناة هو البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى النهاردة هنتكلم عن سلام مهم جدا في ايام الرحمة سلام بيجعلنا نشعر بالمعاني الحقيقية للعبادة وخصوصا الصلاة والصيام والقيام والتراويح لازم النهاردة وحنا بنتكلم عن السلام وحنا بنحاول نوصل وحنا بنتكلم في اليوم التاسع عن السلام نتكلم عن سلام مهمة اوي سلام اللي ما بيعشهوش بيعيش حياة مليئة بالضنك والتعب بيعيش حياة مليئة بالعناء سلام في الحقيقة كتير من الناس بتعتبره فكرة ما بتعتبروش حقيقة سلام في ناس كتيرة بتعتبره الناس المرفهين بس اللي ممكن يفكروا فيه بس هو ده مش حقيقة الحقيقة هي اللي ربنا سبحانه وتعالى قلنا عليها ان فيه سلام اسمه سلام الغرق في النعم ان احنا نكون غرقانين في نعم الله سبحانه وتعالى وين تعدوا نعمة الله لا تحصوها فيه ناس كتيرة بتقول سلام ايه الغرق في النعم وفي الحال اللي احنا فيه ده احنا في حال صعبة انا مش قادر اشوف النعم انا مش قادر اشوف اللي انا فيه ده انا حاسس ان انا ربنا مش راضي علي حاسس ان الدنيا ديئة حاسس ان انا مش قادر اعيش لذة ان الله سبحانه وتعالى معايا لان انا حاسس بديئ الرزق او حاسس بديئ النفس انا حاسس بالوجع وانت جاي بتكلمني عن الغرق في النعم فيه ناس تنين بقى على مش على النقيت زيهم بالزبط فيه ناس عايزة من رمضان لذة الطاعة وده شيء جميل بلا شك وممكن يبقى شيء حسن لكن هم عايزين اللذة اللي بالنسبة لهم بيكونوا شايفينها هي الرعشة في الصلاة اللي بتسري في البدن فتخليه يحاسس بارتعاش اشبع بارتعاش الكهرباء هو عايز يكون الصلاة فيها مرتعش ويشوف ان هي دي السنة اللي حصل لي فيها الخشوع لان حصلت للقشعريرة ثلاث مرات في السنة فانا حاسس ان انا خرجت من السنة دي بالنعمة اللي هي نعمة ايه نعمة ان انا تأثرت في الصلاة فحصلت للقشعريرة ثلاث مرات والسنة اللي فاتت كانت مرتين فالسنة دي اكتر نعم من السنة اللي فاتت اه انت فاكر ان اللذة الحقية وان فعلا استجابتك واستشعارك للقرآن هو القشعريرة اللي حصلت في بدنك على فكرة ده بالزبط زي حد خطفوا لمعاني الأضواء وساب النور الدوق مش هو اللي بيخلينا نعيش مع الله ولكن النور في ناس كتيرة بقى مش عارفة ان السلام ده سلام مهم جدا 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 عشان نقدر نعيش بالنور ربنا لما خلى النعم خلى النعم فيها سر ايه السر ده ان النعم بتنور حياتنا واكتر حاجة بنعيش بيها هي النعم كلامي اللي انا بكلمه معاكم ده نعمة نظركم اللي انتوا شايفين النبي ده نعمة كل الاثير اللي بيننا دوت وكل الفتونات وكل الحاجات دي نعمة ولذلك لازم نعيش في قوله تعالى وما بكم من نعمة فمين الله انت لما تحس ان انت اي شيء عندك ده نعمة ساعتها تقدر تفهم ليه توجه لنا كلنا قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم كلنا كلنا لازم نعيش هذا الاحساس فلازم تعيش معنا الخشوع اللي هو ان انت ترفع وجهك فترى الملك فتخشع من جمال ما ينزل عليك من انوار تجل الملك عليك خشوعك ده ليس خشوعا لانك حصل لك ان في حد قهرك ولكن خشوعك ده لانك قلبك لم يتحمل النعم اللي النازل عليك فتخشع كل جوارحك لكن ان تخشع بين يدي نفسك مش هو ده المطلوب انت المطلوب اللي انت تخشع بين يدي الله اللي انا عايز اقول لحضراتكم ان في كتير من الاحيين بيحصل مشكلة عندنا ايه المشكلة عندنا ان كثرت ما نحن فيه من الاحوال تزهب تزهب عنا رؤية الجمال تزهب عنا رؤية النعم فانشغلنا بتفاصيل الوجع وتفاصيل الالم ما بيخرجناش من اوهمنا لا ده بيعيشنا في اوهم جديدة واكاذيب جديدة ان كل الاحداث اللي بتحصل في حياتنا من الضيق هي المتحكمة في حياتنا ونبعد كل شوية عن ادراك جمال النعم ويفضل الواحد فينا حاسس كأنه حياته بيبحث فيها عن اي نعمة تخليه تضيع مرار الايام ويمكن ده مش هو الحقيقة عشان المعنى الحقيقي كان اللي سيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما كان بيعلمنا ازاي هو عندما يرى الله يحصل الخشوع لانه هو حاسس بالنعم فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا بمولانا سبحانه وتعالى خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي فكأنه صلى الله عليه وسلم من شدة انه غارق في النعم حصل له هذا الخشوع وحصل له هذا الخشوع لله سبحانه وتعالى فالغرق في النعم ده واضح في قوله تعالى وان تعودوا نعمة الله لا تحصوها لكن هي المشكلة ان كل واحد فينا بيحدد النعم اللي هو عايز يعيش فيها مش بيفكر في نعم الله ويفكرنا سبحانه وتعالى بالنعم اللي احنا غرقنين فيها في قوله ألم ترى ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة محدش قادر يبص ليه لانه حط غشاوة من مشاعره وغشاوة من مشاكله على قلبه فمش قادر يشوف النعم دي فالناس اللي صعبت على نفسها رؤية النعم والناس اللي صعبت على نفسها العبادة على خلق الله وفهمتهم انه علشان يذوق النعم خصوصا نعمة حلاوة العبادة لازم يموت نفسه مثلا من العياط وللازم ما يبقاش خاشع ده كلام غير صحيح زي الشخص اللي حاسس انه هو عشان يبقى غرقان في النعم لازم الحياة تبقى زي الحرير لا الحياة مش لازم عشان تبقى غرقان فيها في النعم تبقى كلها متعة لكن الحياة عشان تبقى غرقان فيها في النعم لازم تعرف ان الغرق في النعم اعظم نعمة ان انت تبقى في معية الله ان الحياة بتتحرك وترى تدبير الله لك هو ده الغرق في النعم ان انت يبقى لك نور أو من كان ميتاً فأحييناه واجعلنا له نوراً يمشي به في الناس إن أنت تشوف ده أو إن العبادة تكون مؤسرة وبسيطة عليك وعلشان كده تكون مع الله في الحضرة فكل ما لديك من العبادة وكل ما تشعر به من صعوبة إنما بسبب أشخاص عبدوا التفاصيل أو أشخاص عبدوا السيناريو اللي عندهم للنعم وما عبدوش القدير سبحانه وتعالى علشان كده بقولك أكتر شيء ممكن يذيقك لذة الخشوع من غرقك في النعم إن أنت تصل إلى حالة البساطة في الحياة كلها إن أنت تكون بسيط فترى نعم الله سبحانه وتعالى على الحقيقة فالبساطة في العبادة والبساطة في الحياة تخليك تعيش حقيقة النعم مشكلة الأساس اللي مستصغر نعم الله هو إيه؟ المقارنة فعايش حياة معقدة اللي حاصل إن الإنسان إذا عاش الحياة ببساطة في العبادة وببساطة في مفردات حياته بدون التعقيد اللي بيعيشه هيكون في محل نظر الله ونظر من الله سبحانه وتعالى تجعل أشق العباد سعيدة وتقود الإنسان إلى الغرق في نعيم الله فيحصل له ما لم يحصل عليه أحد لأنه محل نظر الأحد ولذلك لاحظنا أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا من صم رمضان إيماناً واحتساباً ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبي فتلاقي في عبادة الصيام وعبادة القيام حضرة النبي يلفت نظرنا لأن يكون مقصودنا من الطاعة مش اللزة كما أني ما يكونش مقصودنا من اللي بنملكه واللي بينزل علينا من الرزق المتعة لكن يبقى مقصودنا إيه؟ يكون إنما يكون مقصودنا هو الله وإن نتعلم من الكلام عن الصيام والقيام إنه يكون إيماناً واحتساباً يعني أن يكون هذا لله فلما أنا أشوف أي حال بينزل علي لازم أشوف فيه نعمة لو إن الله سبحانه وتعالى رأيته مش ضيق علي أعطاني من الرزق ما يصلح حالي ربنا ما ضيقش علي ده إيه حاصل؟ ولذلك سمى ربنا سبحانه وتعالى ومن قدر علي رزقه يبقى إيه حاصل؟ يبقى ده الرزق جاي على أد إن انت تصبح عبداً مؤمناً محتسباً يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أعطى لعباد رزقاً رقمه كثير وأعطى لعباد رزقاً رقمه قليل لكن هو في الحقيقة كل العباد يرزقون بقدر ما يجعلهم عباداً صالحين مقبلين على الله يمكن إحنا محتاجين نعرف الكلام ده أكثر وندرسه أكثر وإزاي نرى أنفسنا غارقين في النعم ونعيش مع الله سبحانه وتعالى هذا المعنى ده اللي احنا نعرفه بالتفصيل ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومكملين في الكلام عن سلام الغرق في النعم وسامع حد بيقول غرق في النعم وأنا مش قادر أسدد العصات غارق في النعم وأنا مش قادر أجد بعض الحاجيات الأساسية اللي عندي إزاي أبقى غارق في النعم ده لأن في الحقيقة الحياة اللي تربى عليها كتير من الناس واللي تغمسوا فيها هي حياة أن الإنسان فقط بيعيش عشان بعض جزء صغير جداً من الدنيا مش بيعيش عشان معنى أوسع وهي الحياة الوسعة هي الأساس هو أنت منعم عليك يعني كل الأشياء اللي أنت بتدرك بيها الجوع والشبع كل الأشياء دي اللي أنت أدركت بيها الحياة دي في ذاتها نعم لأن كل الحاجات اللي أنت طالبة دي لو موجودة والأشياء اللي عندك دي مش موجودة كل ده ولا هيبقى له لازمة السمع والبصر والفؤاد وكل الأشياء والذوق واللمس كل دي نعم فما حدش يقدر يقول أنه هو مش غرآن في النعم لأن دي اللي بتخليك تشوفوا الحاجات دي بنام لسه الله سبحانه وتعالى من ديك ده من بات آمنا في سربي معافا في بدني عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحزافيرها إحنا افترضنا عشان نحن نبقى غرآنين في النعم فبتكون الدنيا زي السيناريو اللي إحنا حطينه إحنا حطين إننا أكسب كذا ويبقى عندي كذا ويبقى عايش بالطريقة الفلانية هي دي الغرق في النعم لكن ما بتدناش الحكاية من أولها إن مين اللي يعرفنا على الخلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فيعرفنا ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قالش ما حولكم من نعم وما بكم من نعم من نعمة فمن الله فإذن أنت فيك نعم كثيرة أنت غريق في نعم في باطنك قبل ما تكون النعم دي في حول ديك أمر الثاني من الذي يطمس العين هو رؤية النعم عند الآخرين وعدم رؤيتها عند النفس فده يحصل إيه يحصل لدى الإنسان حالة سيئة من حالات انتماص البصيرة وإيه اللي يحصل كلا بران على قلوبهم فيحصل بقران على القلب فلا يرى فلا يرى نعمة الله سبحانه وتعالى ولذلك فمن رضي فله الرضا ربنا يوسع عليه ويوسع مشهده لكن الإنسان ومن سخط فله السخط فإذا سخط وإذا هو لم يرى النعم لا يرى هذا الغرق في النعم ويمكن إحنا عارفين إن أول ناس بقى في العبادة أول من تسعر بهم النار وناس عبدوا الله سبحانه وتعالى ابتغاء إن الناس تقول عليهم إن واحد مجاهد وبطل والتاني أنفق عشان يتقال عنه جواد والتالت قرأ القرآن عشان يقوله قارئ فأكثر حاجة تخلصنا من ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى أنت ترى الله ترى الدنيا من عند الله سبحانه وتعالى في ناس عبدوا ومع ذلك لم يصلوا وفي ناس عاشوا ولم ينعموا ليه؟ لأن ملتفت لا يصل أنت ملتفت عن الله فمش قادر ترى نعم الله سبحانه وتعالى لكن أنت لو أجليت بصرتك ونظرت إلى الله سترى الدنيا من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك السبب أن ربنا سبحانه وتعالى وصانع عشان نشوف ده لازم نكون ماشيين بهذا المبدأ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالإيه؟ بالغدات والعشي يريدون وجهه أنت لما تريد وجه الله وترى الدنيا من عند الله يعرفك الله على نعم أنت لا تعرفها زي نعمة إيه؟ نعمة أن أنت تخشى الله نعمة أن أنت تتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيثه لا يحتسب يبقى أنت لو هذه النعمة ربنا أعطاها لك هتساوي الدنيا وما فيها كمان حضرة النبي لأن ما ينفعش نحن بنتكلم على رمضان نفضل ماشيين في هذا القطار السريع اللي بيفرم حياتنا كلها اللي هو بيفرم حياتنا تحت إيه؟ تحت إن النعم عندنا هي النعم الحسية اللي حتى لما بتكون ما بين إيدينا ما بنقدرش نحس بالسعادة ولا بنكون حسين إن احنا وصلنا إلى الحالة النورانية والسعة في حياتنا بنفضل عندنا ناس عندهم حاجات كتيرة وحاجة غريبة جدا جدا نجدها الإنسان إن هو بيبقى خايف إن هو لما يبقى عنده يتسرق منه سعادته ليه؟ لأنه بيحصل له حاجة بتلعب عليها النفس قادي اللي انت كنت عايزه قادي المتع واللزات اللي انت عايزه قادي الملك اللي انت كنت عايزه قادي متاع الدنيا القليل فيحس بقى بعد كده هو ده اللي أنا عملت ده كله علشانه أنا إيه؟ فيحس بأنه هو مستعيد لأنه هو مبتداش من عند الله وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما حاب يصحح لنا مفهوم الغرق في النعم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ وخاصة في نعيم الطاعة إيه اللي حاصل؟ وعرفنا إنه بعدنا خالص عن فكرة إنه تبقى قشعريدة وتبقى شيء حسي زي ما النعمة مش هي بس الأشياء المملوكة اللي حوالينا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع يعني إيه أصلي صلاة مودع؟ أودع كل الحسيات دي وأقبل وأقبل على الله سبحانه وتعالى عشان يغرقني في نور أرى به الدنيا أرى الدنيا بنور الله سبحانه وتعالى فساعات تبقى فرحة مع أولادك بتقول هي دي الدنيا وما فيها وساعات بتبقى عندك إن انت حسيت بإنك انت خشعت لله سبحانه وتعالى وحسيت إن انت فعلا حسيت إن انت عبدي لله واستغرقت في هذا الإحساس فسمحت الناس كلها وحسيت إن انت غرقت في النعم ساعتها بس استشعارك ده بيكون هو اللي انت فيه صليت صلاة مودع وتركت ذلك الإنسان الذي غارق في المادة وكبلته وانطلقت إلى ساحة مولاك علشان كده بقول أكتر حاجة تخليك خاشع وحسس بنعم الله هو أنك ترى الله فإن لم تكن ترى فاغرق في أنه يراك وبلاش خالص بلاش لو لقيت حد بيعيط جنبك في الصلاة تبدأ تقول لنفسك أنا عايز رزق شبه رزق اللي جنبي زي ما إذا لقيت واحد عايش مش موجوع تقول أنا كمان مش عايز أبقى موجوع زي ده لا قول يا رب ولكن عافيتك أوسع لي اطلب من الله العافية ما تطلبش المقارنة ما تطلبش المقارنة زي ما ما تطلبش اطلب من الله سبحانه وتعالى النور والبركة والفتح والفضل لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يترك أحدا ويتعرف أن أنت امشي إلى الله سبحانه وتعالى ويسير في الطريق والذي كتبه الله لك لن يخطئك لأن الله خبأ لك خبيئة لا تحصل لغيرك فلابد أن تفهم هذا بتوازن ولا تحزن على مفاتك من الأمور ولكن ترجو في جميل صفات الله سبحانه وتعالى أنه يتجلى عليك بالعطايا بالعطايا التي تليق بكرمه ولو لم تشعر بهذا تكون خرجت من رمضان بإيه؟ مش بالمقصود من رمضان المقصود من رمضان أن تكون من أهل الوصف أن أنت تكون صاحب وصل بالله لازم تفهم أن المقصود من رمضان فإنه لي أن أنت تبقى موصول بالله بعد كل اللي احنا قلنا ده هل ممكن نعيش بقى تجربة تجربة ساعدنا على العيش بسلام الغرق في النعم تعالوا نقول مع بعض شوية إجراءات كده يمكن تساعدنا على أن احنا نغرق في نعم الله سبحانه وتعالى أول حاجة أول شيء لازم تعمله أنك تتوقف عن المقارنات بين النعم التي منى الله عليك بها ونعم الآخرين ليه طيب؟ لأن ده بيعمل إيه؟ يخليك تعمى عن رؤية النعم التي وهبك الله إياه أنا عايز أقول لكم أذكركم دايما بالبحث أن احنا بنعيش بس 4% من حياتنا و96% بنعيش حيات الآخرين تذكر أن أنت لابد أن ترى بنور الله ترى حياتك بنور الله أنا أعرف ناس كتيرة ما تعرفش نفسها ما تعرفش النعم اللي عندها وقعدة تسأل ربنا هي فين النعم وهو غارق في النعم عمل بالزبط زي اللي غارق في اليم وبيقول أنا عايز أشرب وهو غارق في النعم بس هو محتاج أن هو إيه؟ يشوف النعم دي تاني حاجة تعلم التفرقة بين أنواع العبادات بين المندوب والواجب لأن هذا إذا لم تفهمه ساجع لحياتك معقدة في بعض الأحيين أن أنت تخلي العبادات كلها واجبة عليك فتشق على نفسك فإن اللي حاصل؟ فما تقدرش تعرف إيه الأشياء اللي أنت لازم تحرص عليها والحياتك وما فيش مانع لو فيه أشياء ما كنتش قادر تعملها وتعمل عبادات تانية فابدأ في التعلم أن أنت تتعلم وتعلم معنى الهيئة والركن وما إلى ذلك عشان ما تتمش بتفاصيل وهناك أولويات في حياتك لازم تتم بيها يبقى أنت لازم تميز ما بين الأشياء دي عشان تقدر تعرف إيه أركان العبادة زي بالظبط إيه أركان معاملتك مع الله أول ركن من أركان معاملتك مع الله اليقين من أن الله ماذا؟ اليقين من أن الله ودود أن الله رحيم أن حياتك مليئة بالنعم أن الله واسع وأن الله قد تجلى على حياتك بالوسع فلازم تتيقم من ده زي ما بتعرف الأركان في الصلاة لازم تعرف ماذا؟ الوصل في الحياة لازم تعرف ده تالت حاجة تأمل كل يوم ثلاث مرات في عبادة سواء في عبادة من عبادات النظر في نعم الله أو في عبادة من العبادات زي الصلاة والصوم وما إلى ذلك عشان توصل إلى جهوهرة وتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى واشكر النعم دي بطرق مختلفة مرة تشكر بأنك أنت تشارك حد في النعمة دي مرة تشكر بأنك أنت تتصدق مرة تشكر بأنك أنت تذكر الناس بنعم الله ومرة تشكر بأنك أنت تسجد لله خشوعا بهذه النعم وآخر حاجة بقولها لك رابع حاجة بقولها لك ممكن تدعو بهذا الدعاء اللي يشرح صدرك ويساعدك على أن أنت تكون غارقا في نعم الله تقول يا سلام يا مالك كلي جسدي وعقلي وروحي ومهجتي وفؤالي يا من أكرمتني بمعيتك وجعلت عليك وحدك اعتمادي يا من فككتني من كل ما يؤذيني وأمسكتني برحمتك وأمسكت قيادي يا من كسوتني بجميل سترك فدخلت حضرتك بمنتك لا باكتهادي فحاشاني أن أشك في كرمك وفضلك أو أظن أنك تمنع عن فقيرك وضعيفك حنانك ومددك ولكن يا سيدي وغياثي اشتدت حاجتي للطفك وعاجل عطفك فأدركني يا منقذي وخلاصي من لعيب وجعي وقلقي وغمي وبعادي وأغرقني كما عوتني في أنوار جميل ودك وفيوضات فضلك وصليع لطفك حتى أخرج من ساعتي بفؤاد سعيد وقلب بصافي وصالك وليد يا رب العبيد استجب لي يا رب استجب لنا وجعلنا يا رب في رضاك ويريد تحكونا عن تجربكم لما تجرقوا في سلام الغرق في نعم الله سبحانه وتعالى تحكونا وبعتونا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره أن ننتظر تجربكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن علينا وعليكم أن احنا نغرق في أنوار نعم الله سبحانه وتعالى بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم وبأسئلتكم المباركة عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وكمان بنتلقى عليها تجربتكم من أوائل رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى لنتفضل عامرة بأنواركم وبركتكم ومليئة بأنوار الله سبحانه وتعالى وأنوار تجاربكم في تجارب السلام الذي نعيشها في رمضان وتعالوا ناخد أول سؤال النهاردة من الأستاذ أسامة من جنوب سيناء أستاذ أسامة السلام عليكم يا دكتور وعليكم أستاذ أسامة ورحمة الله وبركاته يا فندم لازم نعترف أن أعظم من أشاد بنعم الله وحمد الله وصبره هو قوضواتنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام والدليل على كده يا دكتور حسن الظن والسيطة اللي كانت لدى الحبيب عليه الصلاة والسلام نبي وأمي صلى الله عليه وسلم نعم أن في غزوة بدر يما كنا سلتمية وهم كانوا ألف نعم ربنا سبحانه وتعالى يما مدنا بألف بألف ملك من الملكة الحبيب سند الفضل لله سبحانه وتعالى وليست للملائكة يا دكتور نعم 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 ماشي يا فندم قول لي بأي السؤال حضرتك يا سيد سام السؤال اللي أحنا اللي يا دكتور اللي يا دكتور إحنا على كل النعم اللي حوالينا ده كلها والناس والناس في مالها على الفكر نعم اللي هقول لحضرتك يا جاوب على حضرتك يا حاجة وسام والله أنا السؤال اللي حضرتك بتسأله ده شيء مهم جدا 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 فيه تلات أشياء بتخلي الإنسان يغفل عن نعم الله أول شيء اعتياد النعم الناس معتاد النعم الواحد معتاد إنه هو ينام ويصحى مش معتاد النوع ينام ويصحى فيه حاجة نقصاه ينام ويصحى بيتكلم برضو شايف إن ده معتاد ينام ويصحى ويشوف معتاد كله ده اعتياد النعم اعتياد النعم إنه ويطلع ويقدر يصلي معتاد النعم اعتياد النعم ده من أكتر الحاجات اللي تخلي الناس لا ترى النعم أمر الثاني هو النظرة للحياة إن النظرة للحياة إن النعم ده الإنسان اللي بيصنعها لا الحياة مليانة بالنعم احنا كل زرة في الحياة مليانة نعمة كل وربنا سبحانه وتعالى بيزود النعم دي ألا إن لله في أيام دهريكم للنفحات بتزيد النعم كمان في الحياة أنا مش بتكلم ده أنا زي زيكم بالضبط بتعلم في مدرسة خلق الله أنا زي زيكم بالحرف ما زلت حتى الآن بتلمس في زرات الهواء نعمة الله إحنا لما بس غاب عننا نعمة الذوق ونعمة الشم في كورونا كنا عن الجن كنا حاسين إن إحنا مش بنأدمين يا سادة النعم لا تعد ولا تحصى إحنا غرق في النعم الحاجة التالتة بقى مع اعتياد النعم ومع عدم فهمنا لمعنى الحياة وإن الحياة مليانة بالنعم فإحنا ما بنتفكرش فيها الحاجة التالتة والمهمة إن إحنا ما عندناش عبادة التأمل والتفكر الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات اللي يقول للألباب الله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض احنا ما عندناش العبادة دي فلازم يبقى عندنا ورد من التأمل في نعم الله سبحانه وتعالى ويا ما ناس كان دوت هو ده باب هدايتهم وباب محبتهم لله سبحانه وتعالى فلازم ده نتعود عليه فلوى التلات حاجات دي عندنا لازم نربي أوليها أولادنا ولازم نعلمها لأولادنا في المدارس ولازم المساجد تتكلم عن ده عشان نقدر لإن ده أكتر وقت احنا محتاجين نتكلم فيه عن النعم نعم معانا الأستاذة أمل من المينيا السلام عليكم يا فضلت الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بركاته يا فضلت الشيخ أنا الفاتوى دي هاخدها منك انت لأننا ما نظر ما وصد فيه يا فضلت الشيخ أنا ربنا رزقنا بنص جرات كده دي فالباد ده نسجف تسجيف بس يعني فاحنا هنضلطه وهنمحره ففيه عايزة سهم بحاجة فضلت الشيخ كده وحطها صادقة جرية فيه تنفع وفيه حاجة تاني فضلت الشيخ طب لو احنا بكرة وبعده مثلا صبنا يعني معلش معلش انت دلوقتي فيه عندنا حد فقير فاحنا دلوقتي نسقف له البيت لا هو بيتنا احنا يا فضلت الشيخ باتنا احنا فايه بقى فعايزة تعملي فيه ايه عايزة احمل صادقة جرية فجلولي اه يعني انت عايزة تعملي صادقة جرية عشان ربنا فتح عليكم وانتوا سقفتوا البيت وكده اه لا بص يا فضلت الشيخ هو يعني مت متر بس هو معجود عقد عادي لنبلط ولا فيه محره ولا حاجة فاحنا لسه هنبلطه هنمحره بس هنبعد عالعقد لحد لما ربنا يفتح علينا نعود نصبه كده ونسجه فحل فينفع اننا معايا مبلغ ينفع اعمل صادقة جرية فيه كده وتقول لي يا صادقة جرية فضلت الشيخ وفيه حاجة تانية فضلت الشيخ زي بعضه مثلا لو احنا بكرة وبعده حبانا نطلع منه يبقى كده راح توا بالصادقة جرية بتاعتي كويس يبقى انت دلوقتي عايزة تعملي صادقة جرية يعني تجيبي تخلي حد يسكن فيه او حد او تعملي اكل فيه احنا ساكنين فيه احنا هنسكن فيه فضلت الشيخ لسه نروح نسكن فيه طب ايه الصادقة الجرية اللي انت بتقول لي هتعمليها فيه يعني مثلا عايزة ساهم مثلا جذي لسه هيمحره وهيبلطه ساهم بألف جنيه بحاجة في المحارة في البلاط انتي عايزة انتي عايزة انتي عايزة حمامي بفضلت الشيخ اسمعلي طيب اسمعي انتي عايزة تدفعي الف جنيه اه بتوضيب البيت ده وتقولي ان دي تعتبر صادقة جرية صح كدا ايوه ليه ايانا يا فضلت الشيخ ليه كنتي باعتبار زمتك المستقلة عن جوزك صح كدا ايوة اماص باش حمام ولا حاجة يعني عايزي توضب بس انا خايفة حط يا فضلت الشيخ وبعده نمشي منه او نديعه راح كذا الصدقة تجري علي راحب لا إن شاء الله حاضر حاضر أجابة على حضرتك يا أستاذ أمن لا ما راحتش ولا حاجة وثوابك إن شاء الله في مساعدة زوجك إن شاء الله دوت واصل ودي صدقة وتكتب ليك صدقة ودوت كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ملغ بيها زينة بزوجة سيدنا عبد الله بن سعود بأن هي ممكن تتصدق على زوجيها فصدقتك إن شاء الله دي مكتوبة إن شاء الله وتبقى إن شاء الله وما يذهبش حتى لو سبتوا البيت هيبقى السواب إن شاء الله أستاذ ريهام من دميات تتفضل أستاذ ريهام ألو 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 تفضلي يا فاند السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ربنا ما يحبناش نورك يا مولانا ربنا يبارك فيك ربنا يحفظكم ويزيتكم نور وبركة وأنك زيك خير على العلم النافع والحلس الصادق إنك على أحوالنا مع نفسنا ومع رب العالمين يا رب من خلال الموضوعات دي يا رب ربنا يبارك فيك يا رب يا رب عندي سؤالين لمولانا سدالي هو أنا لو دخل الجامع وقت القيام وأنا مكنتش صنيت العيشة وهصلي مع الإمام هو هيصلي سنة وأنا هصلي يعني بفينيتي فرد يجود طيب ده السؤال الأولان السؤال الثاني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو وقت النوم اللي هو نهايته أمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسله نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام عايزة بس تفسير للجزء الأخير النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أمنت بكتابك وأمنت برسولك طيب أقول لحضرتك لأن أنت شايف أن الكتاب هو كتاب القرآن الكريم والرسول وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أيها مش هو كده صح أنت بتقولي كده فإزاي هو بيقول أنه كأنه آمن بنفسه أيها صح أقول لحضرتك أجاوب لحضرتك أول حاجة يجوز لك أن أنت تصلي صلاة الفرد وراء النفل لأن إحنا بنفتي الناس بما جرع عليه ماذا باستاذة الشفعية أنه لا يجب الاتحاد نية الإمام والمأموم يعني مش لازم الإمام المأموم يبقى نيته نفس نية الإمام فيجوز لك أن أنت تصلي وراء العشاء وتاخذي ثواب الجماعة إن شاء الله تاخذي ثواب الجماعة وتكملي ما بقي لك من الصلاة بعد ما يصلي هو الركعتين بتواطل القيام تصلي أنت وراء الركعتين وتكملي أنت وصلاتك إن شاء الله تحسب لك جماعة السؤال الثاني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال في ثلاث إجابات على السؤال ده إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا لأن هذا الدعاء ما كانش الدعاء لحضرة النبي بس ولكن لنا كميعا فرسول الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء عشان يفتح لنا باب بركة الدعاء إن حضرة النبي دع بهذا الدعاء فنحن لما ندعو ناخد بركة إن حضرة النبي أول من دع بهذا الدعاء فكان رسول الله عليه وسلم يعلمنا فجوه بيعلمنا ده فيبقى إحنا اللي بنقول ده أمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان مخاطب أنه هو كمان يؤمن عشان ترتفع دركته فهو صلى الله عليه وسلم مؤمن بالكتاب هو نزل عليه الكتاب وهو مؤمن بالكتاب لأنه مؤمن صلى الله عليه وسلم هو كامل الإيمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم كامل الإيمان بالكتاب وبالرسول وعشان داء عشان داء عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المقام العالي في هذا الإيمان ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هذا لرفع درجة رسول الله مش لأن رسول الله ما كانش مؤمن فآمن لأ عشان يرتفع درجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أستاذ سيد من دمياطي يتفضل ألو السلام عليكم أستاذ سيد اتفضل وعليكم السلام لو سمحت الشيخ بس عنه سؤال اتفضل أنا بس حلفت على مراتي قلت لها تحرم عليها لو جدت الحاجة دي فأنا الحاجة دي أنا هجبها طيب طبعا أنا أجاوبك على السؤال ده بس لكن مش أجاوبك على مسائل الطلاق كلها لأن مسائل الطلاق كلها لازم أسمع منك كل الفاظ الطلاق لا أنا محلبتش بالطلاق أنا قلت لها تحرم عليها ما تحرم عليها يعني انت قصلك تحرم عليها يعني مش عالي فأنا قلت لها كده يعني قلت لها تحرم عليها لو جدت الحاجة دي بالله عليك أنا أجاوبك بالله عليك بالله عليك تعرف بحلفك بالله ممكن تبطل الكلام ده خالص كلام ده هو شوفه هو كلام ده بلغبة الدنيا هو ماشي فما تقولش الكلام ده خالص لو عتعمل الحاجة دي يبقى خلاص تطعم عشرة مساكين خلاص يا سيدي يبقى تطعم عشرة مساكين وما حصلش اي حاجة وتتوب الى الله سبحانه وتعالى لان رسول الله اذا اقسم على شيء ووجد الخير في غيره كفر عن يمينه ثم فعل الخير فخلاص اعمل الخير وده هيكون كأنه كأنه ماذا كأنه يمين نعم استاذ استاذ رحيم استاذ رحيل تتفضل اه اهلا يا فضلت الشيخ اهلا وسهلا بحضرتك اولا اسم ورداني ده اسم جميل او طب بني اعز حضرتك معايا سؤالين محيرين تفضل طيب السؤال الاولان يا فضلت الشيخ انا دلوقتي من انا بنفس الطريقة اللي حد موضوع الحلقة قريب من السؤال اللي انا هقوله انا من الناس اللي عندهم عبادة التأمل في صنع الله والنهاية ما عنديش حاتة الله والمباحة اللي هي مخلطة الناس وبحب اللي هو بيقول المقن يخلو ليغتنم ويسكت ليتعلم الكلام دي كل انا بالطريقة دي وعندي حب لها مدارسة السيلة وبحفظ الكرآن الكريم ومتابعة دي كلها دنياتي بتعتبر بالطريقة دي الحمد لله الحمد لله ان هي بنتمهت مرآت الواقعة مش مرآت واقعة ولا حاجة هو مزيف وبيجمل حاجات كتير انا كده صح ولا انا كده فين طيب ده سؤال واضح وسؤال مهم واجاوب حضرتك السؤال التاني حضرتك لو سمعت معلش يعني بالوقتي في بيقول في الابتلاق ان احنا بننظر على حال المبتالي حال المبتالي اس كان صالح ولا اس كان فاجر الحمد لله مش تذكية لنفسي على حد لكن انا الحمد لله كويسة ومن زمان انا عندي سبعة واربعين سنة عمري ما قابلت نفس كويسة وكل اللي حوالي بيترزوني رغم اني انا عمر ما خيالي وصل ان انا اقضي حد والرسق عندي دي وفي قد شغلي وكاد اكون ما عنديش حاجة بس طبعا انا بقول الحمد لله والعمري قلت ايه خلينا اجاوب على حضرتك استاذ رحيل خلينا اجاوب على حضرتك استاذ رحيل احنا عندنا شوية يعني عندنا حاجة كده بتقول وكل الله من اسمه النصيب فرحيل ده محتاجين نعمل رحيل عن حكتين اقولهم لحضرتك بس يتأور خليني اجاوب على السؤالين بتوعود حضرتك اول حاجة مواكبة الحياة مهمة لبعض الناس وبعض الناس لو انهم عاشوا على قدر حياتي مفيش اشكال فمواكبة الحياة بتبقى مهمة جدا وضرورية جدا 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 لبعض الفئات فدول اللي لازم يكونوا مطلعين زي العلماء وزي الباحثين وزي الدارسين وعلماء الاجتماع لكن لو ان الناس البسطاء العاديين في جزء فتهم من الحياة ده مفيش مشكلة لان ايه اللي حاصل اهم حاجة يكون هو يحيا بقيم وبسلام وبوعي للامر التاني ان مصادر الوعي متعددة الفن والادب نعم مصادر مهمة من مصادر الوعي لكن مش هي المصادر الوحيدة مهمة المصادر دي ولازم نبقى من اطلع عليها اه لكن اطلع عليها مش لازم نطلع عليها كلها وهل من الممكن ان اطلع عن ملخصتها واوصل لنفس الكلام اه في حاجات كتيرة زي ده فالسؤال ان انت بتسألهولي لما حد بيقولك ان انت كده مش هتبقى مدركة للواقع لا الواقع ممكن يدرك بواسائل كتيرة جدا 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 مش لازم الدراما بعينها ممكن يكون الادب ممكن يكون فيه انواع كتيرة من الفن فيه انواع كتيرة من الحك فيه كلام كتير من التاريخ والتحليل والدراسات الاجتماعية والدراسات الادبية ممكن تخلي الانسان مضطلع على ده مش معنى ان هو ما اطلعش على حاجة يبقى الحاجة دي مش مهمة ومش معنى ان هو لو ما اطلعش على حاجة ان هو لو اطلع عليها مش هيزيد معرفة بلا شك ان ده بيحصل وده بيجون فانا بقول لحضرتك مع المعنى كده ان انت مخطئة لا والكلام اللي بيقوله الطرف الاخر له وجاهته ولكن اللي انت بتقوليه كلام صحيح ويتناسب مع حال حضرتك امر التاني فيما يتعلق بالبلاء ايه رسول الله سلم حذر شوية من حاجة ان حد يقول هلك الناس قال صلى الله عليه وعليه وسلم من قال هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم اما يكون هو السبب في اهلكهم او يكون هو اشدهم عليك الناس لسه فيهم خير يا استاذ الرحيل ايه المشكلة المشكلة في الحقيقة ان بعض الاحيين احنا بيبقى عنا ان احنا حطير معايير خاصة لو الانسان برفكشنست يعني ساعي للمثالية بيكون حضرت معايير ساعات ما بيشوفش فيها ان الناس تكون كويسة لا ممكن يبقى الناس كويسة لامتا لما احنا نتعامل مع الناس على انهم بشر مش جايين يحققوا الامان اللي احنا عايزينه الناس بيتحركوا وانا علي ان انا اشوف الجمال في حركة الناس وكل ما عود نفسي ان انا اشوف الجمال في حركة الناس مش ان انا انقض الناس كل ما هلاقي خير لان الانسان سيجد ما يطلبه من فضل الله لان الله كتب الاحسان على كل شيء فانا عايزك بس تتعدلي نظر حضرتك شوية وتبصي به للناس على ان هم بشر اودع والله فيهم نعم وفيهم جمال وستره هذا وان شاء الله ربنا يفتح عليك وإكرمك واستاذ رحيل نعم واستاذ دعاء قالوا السلام عليكم دكتور عبد عليكم السلام عليكم احكاتي واستاذ دعاء انا عندي لحضرتك سؤالين بعد ازمك اتفضلي انا واردي كالدوز واحدة وبعدين اتجاوز والبيتين طيب ودلوقتي واردي عنده بيتين كتبوا الاخوات التانيين وهم واغدين ومستفدين بكل حاجة كتبوا ليهم بيع وشرة بيع وشرة مستفدين وقاعدين وبياخدوا اجار وكل حاجة طيب والدك مازال موجود الحمد لله على قيد الحياة على قيد الحياة عندنا تسعة وتمانين سنة طيب ودلوقتي احنا عندنا بيت تاني والدي قاعد معنا احنا بقى يعني مش قاعد مع اخواتي التانيين قاعد معنا طيب فين السؤال السؤال دلوقتي يا شيخ ان هو دلوقتي البيت اللي احنا عاديين فيه هو أولد بيأخذ يعني أنا متجوزة وخدت كلهم متجوزين وبيدهم أضر هو بيأخذ إيجار وبيأخذ كل حاجة وبيدناش حاجة مش كده يبقى حرام عليه أنه ظلم نحن أجاب بدي السؤال الأولية السؤال الثاني إيه؟ السؤال الثاني يا شيخ أنا كان لها واحدة صاحبتي بتخش عندي الشقة وبتيجي وكده وأنا بحط المفاتيح وورا باب الشقة وهي سرقت المفاتيح من ورايا وبأيطيجي الشقة وانتعرف أنها مش موجة تيجي الشقة وتاخد فلوس وكده فأنا دلوقتي واجهتها وهي اعترفت لأني كانت كمرة وكده فأنا دلت لها أنه أنا أخذ منك فلوس اللي خدتيها فده حرام علي أجاب لإني بس ألا أنا خدت منك أنت خدت فلوس من الشقة دي بتقول لي أنا أعرفش وأنا ما عرفش قدي فأنا دلتها أخذ بمئة تلاتين ألف أننا ما عرفش نفسه في الشقة كتئي لأننا بعمل جمعيات يا شيخ طيب وهي سرقت الفلوس دي أجاب بحضرتك أجاب بحضرتك أنت كده بقى من أربع أسئلة أجاب بالسؤال الأولاني والدك مش حرام عليه أنه ياخد الإيجار بتاع البيت اللي هو ملكه لأنه له الحق أنه يتصرف في ماله كيف ما شاء فمش حرام عليه الأمر الثاني حضرتك بتقولي الست اللي خدت منك المال بنقدر المال ده وناخد منها المال اللي هي تستطيع أن هي تتذكر أن هي خدته لو الثلاثين ألف دولار أنت متراضيين وهي حسن أن الثلاثين ألف دي تساوي ما أخذته خلاص لو خدت الثلاثين ألف وليس عليك إس الأمر الثالث أنت بتقولي أن هي عترفت واعتذرت وكل شيء فأنت بتقولي أنت زعلانة منها هي فعلة الفعل وستعوض هذا المال إذا أردت أن أنت تعودي إليها وتسامحيها سيكون أمرا حسنا وربنا يكتب لحضرتك الثواب وإن شاء الله يجعلك إن شاء الله من أهل المسامحة ويعفو عنك إن شاء الله يوم القيامة يا سادة إحنا تكلمنا عن سلام الغرق في نعم الله سبحانه وتعالى وهو سلام عجيب سلام الإنسان فيه بيرى الدنيا بنور الله ويرى الدنيا بكرم الله سبحانه وتعالى وإحنا قلنا إن إحنا تعالوا من قرنش نفسنا وتعالوا نسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وتعالوا نعيش في حياة واسعة وقلنا كمان لو إن إحنا دعينا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وختمنا بهذا الدعاء إن الدعاء دا يكون دائم على ألسنتنا فنقول لله سبحانه وتعالى يا سلام يا مالك كل جسدي وعقلي وروحي ومهجتي وفؤادي يا من أكرمتني بمعيتك وجعلت عليك وحدك اعتمادي يا من فككتني من كل ما يؤذيني وأمسكت برحمتك قيادي يا من كسوتني بجميل سترك فتخلت حضراتك بمنتك لا باكتهادي فحاشاك أن أشك في كرمك وفضلك أو أظن أنك تمنع عن فقيرك وضعيفك حنانك ومددك ولكني يا سيدي وغياثي اشتدت حاجتي للطفك وعاجل عطفك فأدركني يا منقذي وخلاصي من لعيب وجعي وقلقي وغمي وبعادي وأغرقني كما عودتني في أنواري جميل ودك وفياضات فضلك وسريع لطفك حتى أخرج من ساعتي بفؤاد سعيد وقلب بصافي وصالك وليد يا رب اجعلنا يا ربنا دائما في ساحة العبيد واكفنا بجمالك الذي تريد عن كل المساوئ واجعلنا دائما يا ربنا بفضلك في جديد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اشتركوا في القناة